تقرينا اليوم بهم كل أنثى للوقاية من سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر عنه لهيك اليوم صدفنا الدكتورة وفاء سليم اللي لح تعطينا نصائح جدا مهمة بتهم كل أنثى لتقدر تتجنب هذا المرض كل السيدات من حوالي عشرين سنة لحتى ثمانين هن كلن معنيين بالأمر كان سابقا أن نسبة السرطان هي أعلى بين الاربعين والستين سنة ولكن بحب إحصائيات دولة الإمارات والحصائيات العالمية لحنا بين عشرين لاربعين صارت نسبة تتجاوز من عشرين لتنين وعشرين بالمئة ولا سيدة هي معفية من هاي المتابعة طبعا حسب درجة خطورة لكل سيدة ومثل معنا سابقا كل السيدات معنيين بالفحص الدوري للكانسر للسرطان الثدي بس اللي هني معنيين أكتر من غيرهم هني اللي مثلا تعرضت لسرطان الثدي سابقا في عند أحد السيدين كان فيه السرطان فهي مضطرة تتابع بشكل دوري ولا صيق أكتر من غيرها يلي عندها تعرض صدرها لعلاج إشواعي متبجوز كان عندها هوتشكن أو أي مرة تاني فتردت لأشعبين سنة عشرة وثلاثين هاي معنية أكتر النساء يلي بالهيستوري تبع العائلة عندهم في إصابات وخاصة إذا كانت الإصابات من جيل الأول يعني ولاد عمي ولاد خالي ولاد سيفة هدول لازم ينتابعوا نفسهم بشكل جيد هلأ بقى منجي للأقل خطورة بس هما محسوبين مع الخطيرين يعني اللي عندها مثلا تأخر عندها الزواج أو تأخر إنجاب بعد ثلاثين أو للأسف ما أنجبت بالمرة فهي من عوامل الخطورة ممكن تطلع الناس اللي عندهم بلغ مبكر أو عندهم القطاع طمس متأخر هدول كمان هلأ نحن نطلب من سيدات فحص ذاتي يعني هي بيدها بتقوم بالفحص هذا بده يكون بشكل شهري غالبا في طريقتين للفحص الذاتي أول شيء سيدة بده تعرف شكل صدرها بشكل عام مشان إذا صار أي تغيرات تعرف شو هو اللي تغير في عنا طريقتين من طبع الفحص هي مثلا بوضعية الاستلقاء بتكون السلقية أول شيء بديها تحفظ شكلها مشان متل ما حكيت عن المراية تأمل بتشوف شكل صدرها هو بكل اتجاهها بعدين في عنا طريقتين إما هي مستلقية بتحط مثلا وسادة تحت كتفها الأيمن وبتفحص السدي الآخر براحة اليد بالأصابع الثلاثة بشكل دائري وبتمشي للمحيط بشكل ما تضيع ولا سنتيم من المساحة المطلوبة منها وبتمشي باتجاه الأبطين السدي الآخر بشكل دائري وبنروح للمحيط كما فوق الترقوة وتحتها ولا تحت الأبط هيدا الفحص الزاتي هلا منرجع في عنا فحص شهري كل ستة شهر أو سمين شهور لازم تروح لعن طبيب هو يفحصها ويخبرها إذا كانت هي الطريقة اللي عم سيخدمها صح ولا لا هيدا بين ستة شهر لسنة لسنة لازم تعمل زيارة لدوك دكتورها لأنه أكيد هو مختص أكتر أو ممكن يفوت منها شي هو يشوفه لأنه بمثل ما مصلحتنا الكشف مبكر بالمطلقة فبين سنة شهر و سنة ممكن تروح لعن طبيبها لخصائي يعطيها أعمل هالفحص السريري هاي من ناحية الفحص الزاتي هلا إذا بده حست بشي متغير شي بسيط بده تروح سنويا إذا كانت فوق الأربعين كل سنتين وفي ميراجا بتقول كل سنة فوق الأربعين ممكن تعمل الماموغرام الماموغرام هو تصوير بالأشعة السينية تقريبا هو الأفضل بيكشف سرطان عوق الرحم آسع سوري سرطان السدي لأنه ممكن يكشف للسيدة السرطان بوقت هي لا يمكن تكشف بيدها بحجوم صغيرة بحجوم غير مرئية نهائيا فهذا الفحص بيختصر على كثير سيدات التأخر بكشف السرطان السدي كمان ممكن تعمل إذا رأى طبيبها أنها تروح لها لتعمل الأوتراساون الأوتراساوند كمان بيساعدنا بتشخيص أحياناً بيكون هو والمامو معدلين لبعضهم بتقلي السيدة إنه طيب أنا شو بدي أفحص أنا شو بدي دور بعد ما عرفنا نحن على شكل السيدة الطبيعي إن هي حفظته وبالتأمر وبالمرأة وبالجس حتى لدرجة في سيدات بنقول إنه يختفحص صدرك بالحمام بيكون في صابون فبتكوني بتقدر تجسي بالداخل أكتر من على الجفاف بس اللي بدنا يا كترك تشوفي هو هو مثلاً جلد في شي تغير في شي محل صار جاف في شي تتجع عودات في منطقة في أحمرار أكتر من غيرها السوداد عندي جلد مسحوب للداخل بمنطقة من المناطق عندي كتل صلبة ما كانت موجودة حتى لو صغيرة في شي ما متحرك تحت الإيد كل علامة غريبة هي اللي احنا عم ندور عليها الحلمة اللي كانت مثلاً بالأساس هي ظهرة لبرة وبعدها شافت السيدة إنه شوي الحلمة عم تنكمش للداخل علامة من علامات السيئة ممكن تشوف مثلاً مفرزات فجأة صدر اللي طلعت من الحلمة هي مكت موجودة فبالتالي بدت تنتبه السيدة إنه علامة بدها دراسة قد يكون موضوع سليم بس قد يكون لا ألم ألم سابت معاً متحرك حتى كنت أقول السلطان غير مؤلم بس في حالات لا فيها ألم ما عم يروح هو ألم بدأ بمكان واستمر فبهي الحالة كمام نشوف من هدول العلامات إذن اللون الشكل الحجم حجم السدي حاسيتني هو منتفح متغير حجمه محمر هدول هي العلامات أي علامة غريبة بالمطلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر